أعزائي ثلاثة من الباحثين سألوا أسئلة تعتبر أسئلة مصرية سأل توم واحد من تلاميذ المسيح كيف نقدر أن نعرف الطريق سأل بيلاطوس البنطي ما هو الحق سأل الشاب الغني ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية فيجيب المسيح أنا هو الطريق والحق والحياة أعزائي في هذه الحلقة والحلقات القادمة سوف نتحدث عن هذا الموضوع الهام يصرنا نستضيف إلى برنامج نور لجميع الأمم الدكتور فريد زكي من مصر وهو حاليا معنا في ستوديو برنامج نور لجميع الأمم أهلا وسهلا دكتور فريد أهلا بيك كما سمعت من المقدمة هذه الأسئلة أسئلة قديمة إن كان من تومة أو بيلاطوس أو حتى الشاب الغني أو أي شخص آخر يسأل هذه الأسئلة أجاب يسوع أنا هو الطريق فأريد في البداية أن أسألك بعض الأسئلة عن هذا الموضوع لماذا اتخذ المسيح تشبيها عن نفسه أنا هو الطريق لأن في داخل كل إنسان بحث عن الطريق الصحيح المؤدي إلى الله يقول الكتاب في سفر الجامعة أن الله جعل الأبدية في قلب بني البشر بمعنى أن لا يوجد إنسان يختلي بنفسه ولو للحظات إلا ويشعر بحنين داخلي إلى معرفة الطريق الصحيح والتيق من هذا الطريق لهذا أعلن المسيح أنا هو الطريق موسيقى موسيقى